اهلا بكم. دلوقتي هنتكلم في الفيديو التاني عن اهم التحديثات اللي حصلت في ريفت 2024. من اهم التحديثات اللي حصلت في ريفت 2024 هو ماي انسايتس. ماي انسايتس عبارة عن طول بتسمح لك ان انت تعرف ايه اكتر حاجات انت بتستخدمها في البرنامج. طبعا انا لسه منزل البرنامج جريب. هو بيقول لي ان ما عندوش لسه معلومات كافية عشان يجيني الانسايتس اللي انا اقدر ارشح لك منها معلومة جديدة او اقول لك طريقة اسهل او غير. وطبعا هتبقى فضيحة بقى لما الناس تشوف الانسايتس بتاعتك وتشوف انت بتستخدم موامر ايه اكتر من التاني. طبعا مفيدة وفي نفس الوقت هتبقى يعني ايه معلومات على المكشوفة. برضو انا بيرشح لنا بعض الفيديوهات وبعض الحاجات اللي انت ممكن تتعلم منها معلومة زيادة تفيدك في الشغل بتاعك. من الحاجات الجميلة برضو اللي زادت معنا ان انت داخل المشروع يعني لو احنا عملنا قبن للمشروع. نلاقي ان بقى من حقنا ان احنا نعمل ونعمل لينك من يعني بقى كمان في عندنا من ايا كانت الصيغة لان طبعا عارفين ان او بيقبل بسياغ كتيرة جدا 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 من برامج مختلفة فبقى الموضوع اسهل علي ان انا اقدر اعمل مع برامج او سياغ ملفات غير اللي تستخدمها اوتو ديسك. برضو من الحاجات الجميلة اللي اتعملت في الابديت بتاع الريبت ان احنا حصل عندنا ابديتس ليه الداينامو والداينامو بلاير. الداينامو والداينامو بلاير بقى فيهم تحسينات في الديكمنتيشن وكمان تحسينات في النود ريكمنديشن باستخدام الاي اي اي ودي يمكن برضو حاجات مفيدة جدا للناس اللي بتعمل سكريبتات او بتصرع من شغلها والاوتوميشن باستخدام الدينامو. ومن اهم التحديثات اللي حصلت في ريبت عشرين اربعة وعشرين هي تحديث اللوحات. اللوحات بقى اضاف عليها امكانيات احسن بكتير من قبل كده. يعني مسلا لو انا فاتح اي view اقدر من خلال right click open sheet. ودي يمكن جميلة جدا لبدل ما الواحد يعود يدور هو بيدور لك اوتوماتيك ويفتح لك اللوحة بتاعك. برضو من الحاجات الجميلة جدا ان انت لو عندك multiple views عايز تحطها في اكتر من لوحة تقدر تسليكت البيوهات دي كلها وتدراج مرة واحدة بدل ما كنت بتدراج واحد واحد عشان تقدر تحطهم في اللوحة. ويمكن multiple views في الشيت مرة واحدة دي من الحاجات الجميلة جدا اللي الواحد هيستفيد منها في ان هو يسرع او يطلع بتاعته بصورة احسن. زي ما انت شايف التلات لوحة بقت موجودين معايا او التلات فيوهات بقوا موجودين معايا في اللوحة بالشكل الجميل ده وبسرعة جدا. من الحاجات برضو اللي بقت مدعمة في اللوحة ان انت تقدر تعمل للجداول بسهولة مرة واحدة باستخدام كله او الجزء اللي فيه بس او لا كل واحد منفاصل عن التاني. ودي يمكن جميلة جدا ان انت مرة واحدة تروح مغير كل المقاس بتاع الجدول بتاعك او الخنات بتاعت الجدول بتاعك. بدل ما تقعد تعملهم واحد ورد تاني ويطلعهم مش متسويين لان انت بتعملها مانيب. برضو من التعديلات اللطيفة جدا هي ان الاسكوب بوكس بقى فيها حاجة اسمال هايت. يعني سيادتك وانت بتعرف اسكوب بوكس. هتقدر تعرف كمان من ضمن الحاجات بتاعت الاسكوب بوكس ان فيه هايت. يعني خلينا نشوف كده اي اسكوب بوكس. لو سيادتك بصيت على اي اسكوب بوكس من اللي موجودين دول هتلاقي ان بقى فيه عندنا هايت. يعني كمان اقدر احدد الارتفاع بتاع السكوب بوكس. بقيس انها ممكن تختلف من دور للتاني لو انا عندي اختلاف في الادوار بتاعت المشروع. حجم المشروع بيجبر او بيصغر وانا طالع مع ارتفاعات الادوار. برضو من الحاجات اللطيفة جدا ان بقى عندنا البرامترز بقت بتترتب هنا اب جدي. مش بتترتب حسب انت مدخلها ابدا. ودي يمكن برضو من المشاكل اللي يمكن الناس اللي داست كتير قوي في ادخال البرامترز كانت بتعاني من ان انت تلاقي البرامترز ترصت كده بشكل عشوائي. لان انت دخلت دا وبعدين دا وبعدين دا مش مدخلهم بترتيب زي ما انت كنت محتاج. فكان الموضوع بيبقى ريخم جدا لأ دلوقتي بترتب البرامترز بالاب جدي ودي يمكن لطيفة جدا جدا. برضو من الحاجات اللي يمكن مش ناس هتاخد بالها منها قوي. هي ان بقى عندنا فيها او بقى فيه يعني لو انت بتغير لون لأي حاجة بقى متاح عندك يعني مسلا لو احنا بنغير او بنغير اه اي لون من اي حاجة بقى متاح عندنا ايه بقى متاح عندنا حاجة اسمها ودي يمكن برضو من الحاجات اللطيفة جدا اللي اضافت معنا تعالوا نشوفها سوا. يعني لو سيادتك فتحت لأي عنصر مسلا بالشكل ده وعايز تغير بتاعه هتدوس عليه وهتلاقي ان بقى فيه حاجة اسمها color book تقدر بقى تختار الالوان بتاعتك من الكرتلة بتاعت الالوان بكل سهولة وكل بساطة. ده الفيديو التاني في تعريف ابدات ريفت عشرين اربعة عشرين هنكمل ان شاء الله بدعمكم فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة عشان نكمل معاكم.